السلام عليكم ورحمة الله لما اشتد المشركون على المسلمين في غزوة أحد اضطربت صفوف المسلمين فدخل بعض المسلمين إلى المدينة المنورة وهرب بعضهم إلى الوادي وانطلق بعضهم إلى الجبل وأصبح أحدهم لا يلتفت إلى أحد أو يسمع له نداء أو يجيب له طلب ولم يثبت في الميدان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوة من أصحابه وأخذ ينادي ويقول إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ونزل قول الله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من أعدائكم تجدون في الهرب ولا تلون على أحد وتلون من لي العنق عند الالتفات وبكده يكون المعنى المقصود والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الميدان حين يفر الرجال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا يناديكم من خلفكم ويقول إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة وهنا نتوقف قليلا فثبات الرسول صلى الله عليه وسلم حين يفر الرجال دلال على الشجاعة ودلال على صدقه ودلال على قوته ودلال على بطولته فأثابكم غما بغم فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقا وقربا بعد قرب وغما يتبع غم غما بفوات النصر وغما بفوات الغنيمة وغما بالهزيمة وغما بما أصابكم من جروح وقتل وغما قد أنساكم كل غم وهو ما أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ولو سألت حضرتك يا ترى إيه أصعب غم من تلك الغموم أكيد حترد بدون تردد وتقول ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وهنا تتجلى لنا رحمة الله عز وجل ولطفه بالمسلمين حيرد واحد ويقول أنا مش فاهم حاجة كيف يكون الغم رحمة من الله بعباده دعونا نقرب الأمر للأذهان بمثال بسيط افرد حضرتك أن شخص عرف أن بيته تحرق لا شك أن ذلك غم وقرب ثم بعد ذلك تذكر أن بالبيت أبيه وأمه وزوجته وأولاده لا شك أن ذلك غم وقرب أعظم ثم يأتي إليه جاره ويقول له أبا الشرك بأن الوالد والوالدة والزوجة والأولاد بخير وعندي في البيت لا تتعجب إن سجد لله شكرا لأنه ببساطة زوال الغم الثاني أنساه الغم الأول ولسان حاله بيقول في دهية البيت طلامة إن الأهل بخير لأن البيت ممكن يتعوض لكن الأهل لا يعوضون أتمنى تكون الصورة وضحت أصيب المسلمون بغم يتبع غم وكان أعظم الغموم على الإطلاق ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فلما تبين بعد ذلك لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه لم يقتل زال عنهم كل غم وكل هم ولاحظ معي أخي الكريم ضقة التعبير الكرآني باستخدام كلمة غم لأن معنى الغم هو التغطية وكأن الغم يغطي على الإنسان ولا شك أن الغم الثاني قد غط على كل غم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غما يتبع غم فلما تبين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وأنه لم يقتل زال عنكم كل غم فلم تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة ولم تحزنوا على ما أصابكم من جروح وقتل والله خبير بما تعملون الله خبير بجميع أعمالكم خبير بمن طوت عليه نفوسكم خبير بما تعملون لا يخفى عليه منها شيء فاتقوه وراقبوه لتنالوا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون